قتل 12 شخصا واصيب 14 آخرون بعد أن أضرم مجهولون النار في إحدى المقاهي العربية في مدينة الأحواز جنوبية إيران وحمل الأحوازيون المخابرات الإيرانية مسؤولية الجريمة حيث أكد شهود عيان أن الأجزة الأمنية طاردت عددا من الشبان المشاركين في الانتفاضة الأحوازية وعند دخولهم في مقهى النورس أضرمت النار في المقهى وتشهد مدن الأحواز العربية في إيران تظاهرات مستمرة منذ أيام احتجاجا على سياسات العنصرية للنظام الإيراني واجهها النظام بالقمع والرصاص